رئيس الحكومة الإسرائيلي الأسبق وأحد أبرز جنرالات القوات المسلحة في الدولة العبرية قد يكون يعيش آخر لحظات حياته إذ لم يطرأ أي تحسن على حالته الصحية التي تزداد تدهورا رغم صمود وظائفه القلبية هذا ما قاله في ندوة صحفية البروفيسور زعيف روتشتاين مدير مركز شيبة الطب الإسرائيلي قربة الأبيب حيث يعالج شارون إنه يصرع كالأسد من أجل البقاء ونحن نستحسن ذلك ونتابع ما ينتج عن هذا الصراع إنني أخشى من عدم قدرته على تغيير توقعاتنا هذا هو موقف الشخصي الجنرال الإسرائيلي المثير للجدل دخل في غيببة كاملة منذ ثمانية أعوام بعد إصابته بجلطة دماغية ثانية في العام 2006 وفي الثامن عشر من شهر ديسمبر كانون الأول من العام 2005 كان أصب بجلطة خففة تعافى منها بسرعة